بقى هذا اليوم مستمرة وعلنت قبل قليل انطلاقة شوط العرض الطويل من مسافة 2 كيلومترات هذا الشوط مخصص للثناية البكار نتمنى للجميع كل توفق إن شاء الله نذهب مباشرة إلى الصدارة إلى البداية مشاكل سالم بن ساعد بن حمد العمري من يقدم مشاكل على المركز الأول بينما المركز الثاني الشهنية ادغيش بن سالم بن عامر العويسي المركز الثالث الشهنية كهلام بن داود بن هاشل الجهوري والمركز الرابع الشهنية ادغيش بن سالم بن عامر العويسي ولكن تقدم أشاهد من العنود سالم بن سعيد بخويدم الزرعي يقدم العنود على المركز الرابع المركز الخامس الشهنية ادغيش بن سالم بن عامر العويسي والمركز السادس جبار سالم بن ساعد بن حمد العمري هكذا الأسماء والمتقدمة والمجموعة الأولى التي تتصدرها مشاكل سالب بن ساعد بن حمد العمري على البداية على الصدارة منذ بداية إعلان انطلاقت هذا الشوط إلى حد هذه اللحظات وهي تتحمل مسؤولية قيادة هذا الشوط بينما المركز الثاني الشاهينية غيش بن سالب بن عامر العويسي مع الشاهينية على المركز الثاني موقع مميز يسمح لها بالتغيير باللحظات الأخيرة بينما المركز الثالث العنود سالب بن سعيد بخويدم الزرعي مع العنود في ثالث المراكز إذن هذه المجموعة الثلاثية الأولى المتقدمة بياض الشوط قطعنا الكيلو الأول ودخلنا بالكيلو الأخير والقيادة والسيطرة مع مشاكل المشاكل التي على الصدارة على البداية منذ الانطلاق لسالب بن ساعد بن حمد العمري بينما المركز الثاني المركز الثاني هنا الشاهينية إدغيش بن سالم بن عامر العويسي مع الشاهينية على ثاني المراكز بينما المركز الثالث المركز الثالث العنود سالب بن سعيد بخويدم الزرعي ولكن مشاكل ولكن مشاكل ما زالت صامدة على البداية صامدة على المقدمة هذه مشاكل مشاكل مع سالب بن ساعد بن حمد العمري 600 متر الأخير الفاصلة عن نهاية رحلة هذا الشوط شوط العرض الطويل بالراكب البشري 500 متر الأخير الفاصلة عن النهاية بقيادة مشاكل سالب بن ساعد بن حمد العمري المركز الثاني هناك تتواجد أيضا العنود مع سالب بن سعيد بخويدم الزرعي والمركز الثالث الشاهنية مع تغيش بن سالب بن عامر العويسي ولكن مشاكل هي الأقرب من خط النهاية هي الأقرب من الناموسة من التهاني مشاكل سالب بن ساعد بن حمد العمري تريد أن تكمل هذه المسيرة بهذا الأداء المميز بهذا الأداء الجميل مشاكل مع سالب بن ساعد بن حمد العمري ولكن قادمة العنود مع سالب بن سعيد بخويدم الزرعي قادمة للتغيير مشاكل صامدة العنود قادمة مشاكل تقترب من النهاية مشاكل مع سالب بن ساعد بن حمد العمري إذن تهانينا لسالب بن ساعد بن حمد العمري بمناسبة فوز مشاكل بشوط الثناية من الشواط العرض الطويل هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية معلنا بذلك الفوز والانتصار تهانينا والنموس لسالب بن ساعد بن حمد العمري المركز الثاني العنود سالب سعد أخويد مزرعي المركز الثالث كان مع الشاهنية مع تغيش بن سالم بن عامر العويسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة